لبنان ناطر الفيول من الجزائر لحل مشكلة العتمة من بعد ما قررت شركة النفط الوطنية بالجزائر سوناتراك تقديم هبة نفطية ليش تحركت الجزائر هلأ؟ وشو علاقة الهبة بفضيحة الفيول المخشوش؟ جرب وزير الطاقة وليد فياض يتزاكا ويفسر الهبة الجزائرية بالتهريج بموضوع العزة والكرامة خليكي ما تقولي، ما تقولي أبداً أنه نحن عم نشحد نحن عم ندين العالم كرامي، نحن عم نعطي العالم كرامي بس الحقيقة أنه شركة سوناتراك صار لها سنتين عم تعرض هبات مجانية على لبنان مقابل إسقاط لبنان الدعوة عنها بفضيحة الفيول المخشوش اللي انكشفت من أربع سنين بلشت علاقة سوناتراك بالدولة اللبنانية سنة 2005 احتكرت الشركة باع النفط لمؤسسة الكهرباء بعقد عمل بلا مناقصة واستمرت هالمخالفة 15 سنة بتجديد العقد مرة بعد مرة انكشف بعدين أنه الشركة تحايلت على لبنان وأنه مش هي اللي وقعت العقد وقعته شركة وهمية تانية بتحمل نفس الاسم ومسجلي بجزر العزراء ونص العقد السري على قبول شحنات النفط حتى لو خالفت النوعية المتفقة عليها بال2020 ادعيت النيابة العامة بجبل لبنان على الشركة كشفت التحيقات أنه سوناتراك والعقد كانوا مجرد وجهة الباقع الفعلي للفيول هو شركة ZR Energy المملوكة من الأخوان الرحمة الخاضعين للعقوبات الأمريكية واللي بتجمعهم صفقات ميلية مع مع معظم أقطاب الحكم بلبنان بلشت النيابة العامة التمييزية اليوم التحيق بالجانب المتعمد من أزمة الكهرباء الأخيرة الأكيد أنه اللي تسبب بالأزمة هو تهرب مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء من الاجتماع ومن أخذ قرارات كان ممكن تأمن لفيول للمعامل والأكيد كمان أنه سوناتراك كانت أبرز المستفدين من هالأزمة المتعمدة بيبقى أنه التحيقات تقدر تربط بين سوناتراك وبين تصرف مؤسسة كهرباء لبنان ترجمة نانسي قنقر